اشتركوا في القناة احنا امتى نكون فعلا في المسيح يعني ايه مسيحيين مسيحيين يعني عايشين الخليقة الجديدة القلب الجديد اللي بتجدد كل يوم زي ما قال المعلم نابولس في رسالة كلوسي اسخلعتم الانسان العطيق ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه فدي اهم حاجة معجزة المسيحية هي القلب الجديد الانسان يتغير من جوه كون ان ظروف يتتغير ممكن وممكن لا كون ان مشاكل يتتحل ممكن برضو ممكن لا فممكن الخارج عندي يحصل له تغيير او ممكن ما يحصلش لكن ايه الدليل القوي على حضور المسيح في حياتي وعلى معجزة المسيحية ان انا اتغير من جوه ابقى مليان سلام وفرح وثقة ورجاء وقوة ونعمة وشبع وغنى وحاسس ان انا ربنا مديني حاجات كتير اوي لو انا عايش كده ايو انا عايش في الخليقة الجديدة اللي قبلها اية صعبة اوي معلم نابولس قال ان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الان لا نعرفه بعد يعني اللي فيكو قعد مع المسيح وكلم معاه وشرب معاه وشافه بالعين الجسدية ينسى الكلام ده احنا عاوزين نعيش مع المسيح اللي بيغير ايه اللي بيغير حياتي اللي بيديني قوة الهية من جوه ويديني نعمة عشان كده في نهاية القداس القبل كان بيصلي صلاة جميلة اوي بيقول ايه ما لم تره عين ما لم تسمع به اذن ما لم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه اعلنه الله لنا نحن بروحه احنا في القداس خدنا المسيح لكل المجد واتحدنا به وبقينا خليقة ايه بقينا خليقة جديدة عشان كده طلعين طلعين فرحانين من القداس شبعانين مللين نعمة مللين سلام وكل ما بنعيش الاحساس الحلو ده كل ما بنختبر ايه معنى كلمة الخليقة الجديدة معناها مفيش حزن مفيش قلم مفيش تعب مفيش حاجة اقوى مننا احنا اقوى من العالم زي ما قال المسيح لكل المجد في العالم سيكون لكم ديك ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم ده معنى الخليقة الجديدة لما نتغير من جوه يبقى احنا خليقة جديدة يبقى احنا فعلا حياتنا بتتغير كل يوم حسب نعمة ربنا وغنى عمل نعمة ربنا فينا نقول الاية تاني ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العتيقة قد مضت وزل كله قد صار جديدا لالهنا كل مجد وكرام الابد امين اشتركوا في القناة